كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي قد تفقد موقع حدث كنيسة أبو السفين وأكد على أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحدث الأليم وأعرب رئيس الوزراء عن خالص التعزي والمواساة لأسر ضحايا الحدث الأليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة